احبائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ومدارب حياة مسيحية النهاردة نتكلم في موضوع اجابة على سؤال من الاسئلة الجميلة اللي انتم بتعطينا باستمرار احنا بنجاوب على كل الاسئلة بتبعتوها فاللي ما اسمعش الاجابة عن السؤال بتاعه النهاردة بيسمعوا الاسبوع الجاي ان شاء الله كل الاسئلة بنحترمها وبنهتم بيها جدا السؤال اشعر بالندم على قرار اخدته في حياتي اعمل ايه قرار اخدته في حياتي اعمل ايه اقول لي قصة حقيقة اقول لي قصة حقيقة لصاحب السؤال ده كانت اتصلت بي حد يعني من بلد تانية مش من هولندا خالص وقالت لي انا اشعر بندم شديد لحياتي وموضوع منغص على حياتي خاص ليه بنتي في ايه قلت انا كان نفسي ادخل كلية الطب ومدخلتهاش وانا دلوقتي دخلت كلية تانية واثبتت النجاح فيها لكن انا مش سعيدة ومش مبسوطة وندمانة ياريتني ودخلت كلية الطب ياريتكن زمان زمان الدكتورة وهكذا طيب ماشي تعال نتكلم مع بعض ونشوف استمرار الاحساس بالندم هي مشاعر غير ايجابية واحنا قلنا قبل كده المشاعر غير ايجابية بتعمل اربع حاجات في الانسان بتزعر ربنا مننا بتضيع طاقة على الفاضي ما بتحلش المشكلة وفي الاخر ممكن تسبب امراض اللي حصلت في الماضي هنكد علي النهاردة وهنكد علي كمان في المستقبل يعني ديني مشاعر غير ايجابية طول وقت بدون اي لازمة اما اللي اعمل ايه اشوف ايه الهدف وراء دخول كلية الطب ولما اعرف ايه الهدف وراء دخول كلية الطب او الهدف اللي انا كنت عايزة اوصله عايزة اوصله ليه اقدر حقاقه طريقة تانية يعني ايه لو انا النهاردة عايزة ادخل كلية الطب علشان اكسب فلوس كتيرة طيما في طرق كتيرة اكسب بها الفلوس هدخل كلية الطب علشان يتقال عني لقب معين ما فيه حاجات كتيرة ممكن تديني هذا اللقب هدخل كلية الطب علشان اساعد الناس ممكن اساعد الناس وانا محامي وانا مدرس وانا خادم وانا مهندس وانا دكتور وانا مدرس حاجات كتيرة جدا ممكن اساعد بها الناس فانا شوف ايه الهدف اللي كان جوايا وراء دخولي الحاجة الفلانية وراء حصولي على الهدف اللي انا ما حصلتش عليه وقدر حققه بطرق تانية مختلفة كتير الحتة دي مهمة جدا ان انا اعيش حياتي بمشاعر ايجابية بصوا الحاجة اللي انا ما اقدرش اغيرها اسيبها زي ما هي وغير مشاعري تمرين من التمرينات اللي في منتهى الروعة او عدك انه هيغير حياتك كلها تمرين ده كان في خصة حقيقية حصبت قدامي البنت اسمها انابيلا حتى انا بسميه تمرين انابيلا ده تمرين قوي جدا كان بتدرس معانا في الكورسات كنت بديها مع مدرب ومدربة هولندين هنا تلاتة مدربين وكان بيجي مجموعة من الناس يحضروا لنا فكانوا انابيلا دي وجوزها او صاحبها كانوا بيجوا من بلد بعيدة عشان يحضروا هذه الدورة في يوم جم متاخرين وطبعا الدورة بيدفع فيها اللوس كتير وحاجات مهمة جدا فغريب انهم يتأخروا فاتحكت لنا الحكاية كان قاية لما ليهوا نفسهم متأخروا في العربية خلاص وشافوا في النافيجيتور انهم هتوصلوا متأخرين كده كده هتوصلوا متأخرين على اقل ساعة خلاص هتأخروا مفيش كلام في الموضوع ده مش عايزين يشعروا بالندم فقالوا جملة جميلة جدا قالت ايه انابيلا بقى قالت ايه احنا ما نقدرش نغير الواقع كده كده احنا مش هنطير بالعربية كده كده هنوصلوا متأخرين ساعة ايه اللي يقدر نغيره حالتنا النفسية في ايدي اختار حالتنا النفسية ففي ايدي ان انا تتخلق معها طول الوقت انت اصحيت متأخر وانتا معها تشعر فيه بتاع وفي ايدي ان انا الساعة دي قاضيها ان انا قاضي وقت حلو فيها اسمع موسيقى حلوة نتكلم حاجات ايجابية نضحك مع بعض اخترت الحل النافسية اللي انا عايزها اخترت هي الحل النافسية اللي انا عايزها يعني ايه الحاجة اللي ما اقدرش غيارها حاجة حصلت سور ماضي خلاص انتهت مش اقدر غيارها من الوقت انا ندمان على الموقف اللي حصل من العشر السنين وعشرين سنة هيتغير مش هيتغير هيزود المشكلة مشكلة انه هخليني عندي مشكلة تانية واناش اي لازمة مع شعر غير ايجابية موجودة تؤثر في قرارات حياتي تؤثر في الحضر بتاعي والمستقبل بتاعي حاجة ما اقدرش غيارها تبضل زي ما هي لكن لا اقدر اغيره ايه حالة النفسية اذا ما اقدر اغير حالة النفسية زي ما انا بيلا عملت كده اقدر اغير حالة النفسية باخترق حالة نفسية الايجابية ابطل بقى افكر في الماضي ما اقدرش سؤول عربية وانا خاطط عيني كلها مراكزة على المرايس وغيرها بتبص للخلف انا عايز ابص لقدام ودامي حاجة كبيرة جدا اعملها البكة على الماضي ده مالوش اي لازمة اللي حصل حصل افكر في دلوقتي وافكر في المستقبل اخذ مشاعر ايجابية بس من الماضي الماضي لا هواش سجنة عيش فيه الماضي مدرسة تعليمت منها وبس على كده عيش بقى بالخبرات بتاعة الماضي الايجابية استفيد بها دلوقتي وفي المستقبل عشان عيش مستقبل حلو بنعمة ربنا اردم على الماضي عيش اللحظة لحضرة فكر في المستقبل هتلاقي حياتك فيه منتهى الجمال عيشها بسعادة لانها مناش عادة شكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقة جاءة ان شاء الله